السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم الدكتور سالم الدعي بالنسبة للصائح التغذية بالنسبة لإخوان الحجاج فينصح لإخوان الحجاج الأكثر من شرب كميات وافرة من الماء بما يعادل 18 أكوان من الماء يوميا كذلك اختيار كميات وافرة من الخضروات الفواكه الغنية بالماء لتجنب أعراض الجفاف بالنسبة للتغذية فينصح لإخوان الحجاج الابتعاد عن الأكل المعلب والدسم واختيار الأكل الطازج والخفيف اللي يساعد على أداء المناسك وأيضا اختيار طريقة مناسبة لتخزين الطعام لتجنب تسمم الطعام والنزارة المعاوية ونتمنى لكم موسم حج آمن وصحي